زين أنا رح أطيك فض مألومات وخلي الشعب العراق كله يسمع تمام أنت تعرف أنني وكيل لكابتن حيدر عبد الرزاق الله يرحمه من فترة طويلة عانينا بخصوص عانينا لأن حيدر عبد الرزاق قام دعوة في محكمة المنازعات الرياضية نقله منه نقله؟ هو علي حميد المن نقل؟ نقل حيدر عبد الرزاق رادي يذبه بالموصل أها الله يرحمه ودينا الجامعة العراقية يومية كتاب من الملفات وغيرها وغيرها على حيدر؟ على حيدر يعني قضناها بالمحاكم هل ما حد يعرف بيه آخر شيء آخر شيء قبل لي توفى بأسبوع إحنا بقنا ندون قوال كابتن حيدر عبد الرزاق في هيئة النزاهة ودي يصدر علي استقدام علي حميد لكن الدعوة إحنا رح نمضى بيه بعد ما تكمل عندنا الإجراءات ما لهذول نلزمهم أمر قفض عليهم لزلتوهم؟ ما أقدر أحتكلم بهذا الموضوع يعني بس الأمور تمام الأمور تمام يعني تمام كم شخص هم خمسة كم واحد اللزم؟ ما أقدر أقول لك يعني أقول لزمه؟ اللزمه نعم أقول لزمه نعم تمام كمل لي وإن شاء الله خير كمل لي يعني زيان يعني علي حميد كان ضد حيدر ضد حيدر الزاءة ذي مطبيعية بسبب أنه هو وكيل وزير هو موظف أو دكتور وهذا استغلال للمنصب استغلال للمنصب نعم مع العلم حيدر عدسك ما يقارب مبلغ عالي كلش اللي هو مو مو أمو يعني ما يطلب ديون لكن منطي للنادي منطي للنادي فلوس من جبل خاص علاجات لاعبين وغيرها وفندق وغيرها لحد هاي اللحظة حاني ساكت بالنسبة لعنها لأن أنا قلت لك هسا مدى أتحرك بأي شي خص كابتر حيدر عبد الرزاق دا أنتظر بس نخلص تجراءات معها هذولة ونعنلهم بالإعلام وراها أبدأ تحرك للعمل مالته قلت لك عدنا دعوة في هيئة النزاهة دوننا الأقوال بقى أقوال شهود دونناهم بقى أقوال كابتر حيدر بس تكمل أقوال كابتر حيدر يصدر كتاب من النزاهة رح تصير فاجعة للوسط الرياضي وفاجعة لأوزارة التعليم العالي بخصوص الدعوة مع النزاهة المقامة ضد الاستاذة على الحميد الموجه تحية للاستاذة على الحميد لأنه حارب كابتر حيدر عبد الرزاق بسبب يعني أنه هذا الشخص حقه قانوني يقول لك ما قدم للنادي ما أريد أبقي هو ما لعلاقة هو طلع الولد لكن ضربة بالعمل مالتل العمل مالتل اللي هو بالوزارة مع التعليم العالي هناك كوكيل للوزير وهناك موظف زين المعلومات العندي نعم الانتخابات غير قانونية ومن خلال عمل كهيئة مؤقتة شكل هيئة عامة من الوزارة صح؟ ايه هاي وحدة بدون علم الهيئة أكو أشخاص بالله هست الدائمية مخالفين للمادة عشرة لا لا شكل من الهيئة العامة جديدة بدون علم الهيئة العامة القديمة هاي مخالفة للقانون 18 هاي انت تعرفها أيضا واحد من الأعضاء يعني رئيس الجامعة العراقية ما منضم لها العمل مدة سنة زيني شلون خلي خلي طلعون هسا الجمهور يحشي خلي يطلع يقول حقابة النبي الجمهور عاطفي هو يريد يمشي الأمور مع النادي يقول لك هاي مشاكل إدارية لكن احنا كقانونيين كابتن اذا تحشي يا يا بالجمهور عاطفي كقانونيين شنو الصفقة القوية هذا الموسم نمشي نمشي على مسافة شنو نتغير بالطلبة نمشي على مسافة واحدة اندعتش لك على الموسم اللي راح من اخذه مركز ثالث وانهم وكانوا قبل بزمل على كاظم رادوي هبطون اجدت مواقتها رفعة من النادي فيقلك هذا انجاز يعتبر ليش ما اني اعتبر للمدرب اللي قادهم وسوالهم فريقة هاي ممكن يعني صح ايه يعني ممكن لكن قلت لك الامور انه احنا لحد الان ثلاث لاعبين سوبرمان ماقحين كابتن وسلام اي نعم صح له غلط ما اعرف هاي وحدث لين انت اليوم اذا جايب لي من جميع الكليات بالهيئة العامة غير يدحموك المن جايبهم لعدة تطلع حبيب جعفر وطلع حيدر عبد الرزاق وطلع حسين سعيد وطلع مهدي كريم وطلع على كاظم هاي الاسماء اللي هم من تذكر الطلبة تذكر ذيولي وبالمناسبة ترى يستقيم عن البعض ترى يستقيم لها الادارية يستقيم لها الادارية يبقى يحتفظ بحق الشخص صحبه غلط زين وطلع وطلع ويجيب لذالي اللي محد ما يعرفهم وما يخدمون النادي فقط دكتورة ايمان عبدالامير ممكن انسانة رياضية زين ممكن الادارة السابقة تشتكي تكسب قضية استاذ اسامي لو فقط قضية حيدر عبدالرزاق لا 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 الادارة السابقة ما تكسب بس اي شخص ها سبيل اضوهاية عامة يطعم بالانتخابات يكسب اي اضوهاية عامة يحمل مادة السابقة بس كده رح يطلع بس يشوف يعني يشوف مقدم ده ورح يطلع لها العامة بطرق اخرى غير قانونية لحسانة حتى تواصلت وي اساتذة جامعيين يعني نجوم نعم نجوم قالوا ما قدرنا نبقى بالطلبة لان اذا ما نصير تحت قيادته يغير مكاننا لو يفصلنا هذا استغلال منصب استاذ اسامي وهاي منه يتحمل هاي مشكلة حتى قادر القوة الجوية ومدير الموانئ وكلهم يجي كلهم يجد يعملون يعني يستغل منصبه اي طبعا هو هو هذا التدخل السياسي بالرياضة زين وين دور الولمبيا ووزارة الشباب بالرياضة استاذ اسامي وين دورهم يقول لك النادي ماشي خلاص مشي الامور طبيعية بصورة عامة